السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنعمل مع بعض النهاردة الغريبة بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريتلون ما اشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد واحنا عملنا مع بعض قبل كده البسكوت وعملنا مع بعض الكحك نقول ما قدرنا بسم الله معايا كبايتين دقيق ومعايا كبايت سمنة ومعايا نصف كبايت سكر ومعايا معلقتين لبن بودر وفانيليا وزرة ملح هجيبه لكده تكون معايا السمنة ساعة هطفت اللاجة قبلها بشوية اه زي ما اتفقنا مقادير الغريبة بالكباية كبايتين دقيق وكباية سمنة ونصف كباية سكر دي المقادير السبت على طول هنزل بالسكر على السمنة السكر يكون مطحون وهبدأ اشغل المضرب على السرعة الاولى هنزل بس بالزرة الفانيليا هفضل اضرب في الخليط ده لحد ما يكون كريمي خالص كده معايا ولونه يتغير معايا لون السمنة الاصفر ده يديني لون كريمي ابيض لو انت حاسيت ان المضرب هيتعب منك او هيبوز منك ممكن توقفي شوية وتشتغل شوية زي ما انت شايفين لونها بيفتح معايا هوا اه انا ضفت المعلقتين اللي هما لبن البودر دول اللي علشان اه الطبعا الغريبة مش بيتحط لها حليب ولا حاجات من دي ما بتحبش المواد السيلة فالطعم اللبن البودرة هيكون فيها وهيديها القوام الحلو والطعم الحلو بتاعه برا هسيب لكم لينك الحاجات اللي انا عملتها الكحكة والبسكويت في صندوق الوصف وهسيبهم في تعليق مسبك زي ما انت شايفين لون الخليط بقى معايا لونه كريمي خالص ما بقاش باين فيه سبنة هجيب المواد الجافة اخلطها مع بعضها هجيب زرة الملح على الدقيق وعلى اللبن البيوتر وهنزل بالدقيق طبعا هنا خلاص هستغنع على المضرب انا هلم بس مش هعجن هلم بس العجينة كده الاول بالسباتيولا وبعدين اكمل بايدي انا زي ما انت شايفين ما بعجنش انا بلم العجينة بس وكده اعرف ان العجينة بتاعتي نكحة الطبق بتاعي بيبقى نضيف خالص مش بيبقى فيه حاجات ملزقة في في الارضية بتاعت الطبق زي ما انت شايفين كده حطيتها وسبتها ايه حوالي عشر دقيق في التلاجة عشان تتماسك ايه هتختبريها بصباعك كده لو ما بتشققاش معاك تشتغل فيها على طول هكون مجاهزة ينصاك انا مش هدين الصاك بتاع اي حاجة لان هي كده كده فيها سامنة كتير هبدأ بس اكورها كده وعملها على هيئة دايرة صغيرة كده وهضغط بصباعي بس في النص كده بحيث ان انا عمل تجويفة فيها اي حاجة لحشوة اي حاجة عندك بقى للتزين اللي انت عاوزاه انا هنا هزين بفول سوداني آآ وهزين بالليها لشوكولت شيبس دي موجودة عندي هزين بيها برضو وان شاء الله بقى اعملكوا حلقة عن الشوكولت شيبس دا لو مش موجود مش متوفرة عندكوا تعملوه ازاي في البيت بكل سهولة ما شاء الله ما بدفكش معاه ولا اي حاجة هبدأ اعمل النص بتاعها بالفول السيداني اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام هكمل كده تزين بس قبل ما نخلص الفيديو بتاعنا فضلا وليس امرا اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويحط اللي لايك وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنزله كده انا هخلص زي ما انتوا شايفين كده وفي الوقت ده هكون مجهزة الفرن بتاعه مسخناه آآ على درجة حرارة متوسطة هتاخد معايا من ربع ساعة لتلت ساعة في الفرن هحطها وارجع لكم تاني زي ما انتوا شايفين حاطتها في الفرن ما فرشتش ولا اي حاجة آآ حاولوا بس لو انتوا لسه اول مرة تعملوها تختبروها بس في حاجة يعني واحدة او اتنين لو فرشت منوك تحطوها في في التلاجة بس قبل ما تحطوها في الفرن ربع ساعة زي ما انتوا شايفين بتتكسر معايا ومش آآ ما شاء الله جميلة ده الشكل النهائي بتاعنا لو عجبكوا الفيديو لايك واشتركوا في القناة فعلوا الجرس على شاني بصلكوا كل جديد